أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 14 نيسان القمر ما زال موجود في برج الثور هو الآن موجود في منزلة الدبران وزي ما حكينا هي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد في هذه المنزلة طبعا رح يظل القمر في هذه المنزلة لغاية الساعة 11 و7 دقائق بتوقيت جرينش يعني ظهرا وطبعا بعدها رح ينتقل لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو مثلا في أورام أو دمامل أو أشياء بحجلة تنظيف فهي ممتازلة إلها بنصحش بالبدء بأي عمل جديد في هذه الفترة طبعا القمر بما أنه موجود في برج الثور فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج أنه منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو أي شيء عائلي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عدد زوايا فلكية ولكن الأهم هو انتقال الزهرة من برج الحمل لبرج الثور طبعا بما أنه أول زاوية رح تكون عندنا زاوية تسليس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون فيه تمام ساعة 2 و3 دقائق عصرا بتوقيت جرينيش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعطينا وتعزز عندنا الحسب المسئولية بعد هاي الزاوية يعني في ساعات المساء انتقال كوكب الزهرة اللي رح ينتقل زي ما حكينا من برج الثور لبرج الحمل من برج الحمل لبرج الثور عفوا عكستها الساعة 6 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يمكث في برج الثور لغاية ساعات أول ساعات يوم 9-5 يعني بعد منتصف الليل بشوي خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج الثور بيشعروا بقوة العاطفة بينجذ بلهم أفراد الجنس الآخر بيستفيد معهم كذلك كل الموليد أو موليد الأبراج الترابية والأبراج المائية زي العذراء والجدي وزي السرطان والعقرب والحوت كذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة في ساعة ولادته في برج الثور جدير بالذكر أنه اللي بنولد وبكون عنده الزهرة في برج الثور بيكون رومانسي بيقدر الفن والجمال وبكون بحاجة لطرف آخر يتفاهم عاطفته ويتبادلها معه بهدوء واتزان بدون تسرع حكمه يعني بحب الرومانسية الأجواء الهادية العاطفية طبعاً لوجود الزهرة في برج الثور تغيير إيجابي على كافة موليد الأبراج كلهم يعني حتى النارية وحتى الهوائية ولكن في مجالات متغيرة حسب مقوتها في أي بيت أو في أي بيت من البيوت الطالع لإله أو البرج اللي يعتبر هو بيته بالنسبة لموليد برج الحمل الفترة هاي بتركز على المكاسب المالية عندهم بشكل كبير الاهتمام بالعنصر المالي والمكاسب وبعض الأشياء الاهتمامات بالديون أو أشياء كان صعب أنهم يعملوها مادياً بالفترة الماضية برج الثور فرصة عاطفية عندهم ومالية واهتمام بالنواحي الفنية فرص لا ارتباط فرص لا أشياء تجميلية بتكون عندهم يعني بسيطر عليهم العاطفة والمال والجمال اللي هي فترة حظ شاملة بتكون لهم أما بالنسبة للجوزاء فهي بتساعدهم في أمور إلها علاقة بالتعامل مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة برضو بالأمن والأمان الشغلات اللي إلها علاقة دفاع عن الحق كشف الناس اللي بتتآمر عليهم بالخفاء هاي كلها بتكون لصالحهم أما بالنسبة لبرج السرطان فهي بتعطيهم نشاط اجتماعي وعلاقاتهم الاجتماعية بتتطور وحتى ممكن تدخل صداقات جديدة كثير بيكون عندهم دعوات واجتماعات ولقاءات بالفترة هاي بشكل نشط جدا وفي بعض الأشخاص ممكن يرتبطوا من خلال مناسبة اجتماعية أما بالنسبة لبرج الأسد فهي بتفيدهم في مجالات العمل عمل جديد بداية عمل جديد يبدأوا بتجهيز لعمل جديد أو ترتيب أوضاعهم علاقتهم مع زملائهم كلها هاي الأجواء بتتركز عليها بالنسبة لبرج العذراء بكثر عندهم السفر والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد مع أجانب على مستوى الامتحانات الجامعية المقابلات اللي بيشتغلوا في الاستراد والتصدير اللي عندهم قضايا قضائية كلها هاي بتفيدهم حتى على المستوى العاطفي بتفيدهم وعلى المستوى المالي بتفيدهم أما بالنسبة لبرج الميزان فهي على الأموال اللي بتيجي عادة من شراكة يا من أموال زوجة أموال زوج قروض بنكية أشياء لها علاقة بحقوق ميراث مثلا سداد ديون معدومة يجدوا أشياء مختفية يعني بتتركز على هاي الأمور أما بالنسبة للعقرب فهي بتتركز على الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية يعني فيه من موليد برج العقرب ممكن يرتبطوا بالفترة هاي أو يصير عندهم زواج وبرضه بتفيدهم في أشياء إلها علاقة بتطوير العلاقة ما بينهم بين الأزواج أو مصالحات إذا كان في بينهم مشاكل أو بين أزواجهم مشاكل حتى على مستوى الشراكة بالعمل فهي ممتازة جدا أما بالنسبة لبرج القوس فهي بتركز على العمل بشكل كبير تطوير العمل أو عمل جديد أو بيهتموا بعمالهم بشكل كبير ولكن بدهم يحذروا من إيش بدهم يحذروا من ارتفاع الوزن لأن الفترة هاي بصير عندهم قابلية لارتفاع الوزن بشكل كبير فبدهم يكونوا حذرين أما بالنسبة لموليد برج الجدي فهي حظ بيجي عاطفي ومالي وفرصة بتكون للحمل خصوصا للنساء اللي عندهم مشاكل بالحمل هاي الفترة ممتازة جدا إذا بيخطعوا لبرنامج علاجي أو بيبدأوا بعملية التلقيح أو بيتمموا عملية التلقيح أو زراعة فالفترة هاي ممتازة جدا في أفراع على مستوى الحمل والعاطفي والارتباط وخطوبة وأشياء من هذا القبيل بالنسبة لبرج الدلو الاستفادة بتكون في مجالات إلها علاقة بالمسائل العائلية وأفراد العائلة وتوطيد العلاقات وبرضو على المستوى العقاري ففي منهم رحي إما يعزل لبيت أو يهتم بديكورات ترتيبات منزلية إيشي إلو علاقة بالعقارات والبيت أو أفراد العائلة هي أكثر شيء رح ينصب عليه بشكل إيجابي أما بالنسبة لبرج الحوت فهاي الفترة رح تكثر عندهم التنقلات والسفر والاتصالات تعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران حتى بالنقاشات اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات أو السيارات في منهم ممكن يشتري سيارة بالفترة هاي أو يهتم بالإلكترونيات بشكل كبير الفترة هاي ممتازة برضو بتقدروا تستغلوها خصوصا اللي بيشتغلوا أو طلاب المدارس بيستفيدوا بهاي الفترة بامتحناتهم ودراستهم وقدرة استيعابهم بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 10 ودقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 و59 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية بيبدأ خلو المسار يعني عند منتصف الليل بالضبط بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة 3 فجرا حسب الدولة أنتو تعرفوا يعني هي بمنتصف الليل بتوقيت جرينيج بيبدأ خلو المسار بيستمر لغاية الساعة 6 و34 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال لجديد ثلاث أيام في تمام الساعة 4 و31 دقيقة صباحا بيصبح أربع أيام نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 100% القمر في الثور حتى يوم 15 أربعة هو اليوم سعيد بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 70% الزهرة في الحمل بدين تقل الثور زي ما حكينا بدين يمكث فيه لغاية 9-5 اليوم عشان مراحل الانتقال فهو سعيد بنسبة 10% أما بالنسبة للمريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 سعيد بنسبة 15% بين 10 و 15% أما بالنسبة لأورانوس في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلناها للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي أهم إشي إنكم ما تتسرعوا بطب وضيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل اليوم ممكن تطمأن خواطركم من شيء معين ومن المستحسن أو بتحسوا فيه نوع من أنواع التحسن المعنوي ورح يكون بشكل ملحوظ أهم إشي إنكم تتفائلوا برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورش جديدة أهم إشي إنك تتشجع بلا مواجهة واقع صعب ممكن تمارس اليوم إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني مازال القمر موجود في بيت المتاعب فغاية بكرة الأجواب تصير أحسن إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أهم إشي إنك ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك من أسوأ أيام الشهر تعتبر هذه الفترة برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم البعض بتصرفاته أو بطلباته أهم إش إنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ابتفرح بدعم من جهة ما يعني الوضع الفلكي إجمالا جيد وممكن اليوم يكون عندك عدة لقاءات أو تعاون متبادل ما بينك وبين أحد الأشخاص برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو اللي بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم إش إنك ما تتدمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك بتسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات والفرص أو فرص النجاح بتكون كبيرة وبشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك الفترة هاي فيها سفر محتمل برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة تصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل بملفات أو أوراق خلال هذا اليوم برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم اتجانبوا الانفعالات لا اللي ممكن تخفي عداوي أو ممكن هيك نوع من المسئوليات أو المسائل الإدارية بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر والخصم بالفترة هاي قوي وشرس فأنت الخسران برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة لا تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة بتتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة برج الجديد بترغبوا في التقرب من أحبائك ومتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ممارسة نشاط فني أهم إش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك ابتنوا بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح لشؤون الشخصية بالتأثير عليك برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بتنشغل بالمسائل العائلية بشكل كبير خلال هذا اليوم لا تترك أي أحد إنه يحبطك أو يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو اليوم مرهف الحس والإحساس ومتوتر بسبب قلق ما الفترة هاي إما بتفكر في مواضيع تتعلق بسفر أو ارتباط أو وعك صحية برج الحوت بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات القصيرة اليوم هذا مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر حافظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار وبتمتع بالدينماكية والحماسة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اورهما شكرا جائعا 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 ترجمة نانسي قنقر